في الحقيقة المشكلة ديالي الان هو نحاول نكون وفي بين العنوان ديال المداخلة انا اقترحت باش نتكلم على الدولة الاجتماعية المسار والمقومات ومن كان نشوفه الورقة التقديمية كان دولة العدالة الاجتماعية دولة الرفاه الاجتماعية دولة الدولة الراعية دولة الحماية الاجتماعية الاقتصاد الاجتماعي هذي كلهم عبارات تعددت المصطلحات والمفهوم والمفاهيم وبقية هذي المصطلح ديال الدولة الاجتماعية غامض مبهن فهذي المصطلح في الحقيقة غيد تقديم راح في الحقيقة هو قديم وجديد جديد لأنه بحقها رجع النقاش العموي يتداول منذ عشر وخمستاش عام شوفوا اشياء اللي تكسبت بعض الكتوب اللي كانت اللي كانت اللي كانت حطي اللي تصوصيال دون ميل سات، دون ميل سيس، دون ميل بيت احنا قرينا من اللي قرينا ومنذ نقولوا سبعيناس ديال القرى الماضي وفي الحقيقة منذ الخمسيناس اي ما بعد الحرب العالمية الثانية كان سملا باللتا بروفيدانس كان يقالوا لنا انه من قبل كان لتا جندارم معروف تقوم بالمهام السيادية والامنية وكاين من بعد الحرب العالمية الثانية لتا بروفيدانس الدولة دولة رفعه اي بعض المرات كانت بعض المصطلحات بعض الاقتصاديين اجتهدوا البلد وتكلموا على لتا بروفيدانس ولكن الدولة الاجتماعية ما قلت لكم قادمة جديدة جديدة منذ عندها 15 عام باش عاد رجعت ولكن من كترجع شوية التاريخ كتشوف بانه كين كتابات كين احداث كترجع الامبراطورية التانية في فرنسا بين 1850-1970 تحتمونا الباقت كانوا في ذاك الوقت جمهوري امام الاحتقال الاجتماعي امام تساعد النضالات العمالية تطلبوا بالدولة الاجتماعية التي تطلبوا منها في ذاك الوقت جمهوري تهتم بالشكل العام بالمصلحة العامة قدم فعلا انا بمساعدت تقول لدي ربعات تكلمكم عن المصار الدولة الاجتماعية ثانيا تتكلم عن المضمون ما هو المضمون ما وراء الشكل او الغلاف ما هو المضمون وما هو النماذج لانه هناك نماذج متعددة دولة الاجتماعية ثالثا المقومات دولة الاجتماعية في أي بلد كيفما كان ما هو الشعود ما هو الظروف لماذا مشروع دولة الاجتماعية نجح أو ما نجح وفي النقطة الرابعة سأتكلم لكم على الحالة دولة المغرب فيما يتداول اليوم كمشروع الدولة الاجتماعية فيهن هم المقومات وشكيني هم الاخزاء تنظننا بكل صراحة عوض أننا نتكلم وشكينة ما كانت دولة الاجتماعية وشمكين لها تكون وشمكين لها أحسن نظروا على العمق نشوفوا وشكين هذه المقومات إذا قلنا بأنه كانين مزيان ويمكننا نكونوا متفائلين ولما لا إذا قلنا بأنه كان مشكين لا يكون مشكين إذن أريد أن نعود للأختي المحزيني إذا كانوا موجودكم أنا لدي أربعات النقاط أريد أن أعطي 15 دقيقة أو 25 دقيقة لا يمكن أن نتكلم على أربعات النقاط إذا سوف نتكلم إذا سوف نتكلم سوف نتكلم نتكلم لا يمكن لا يمكن على أسف لكن كل محزة مهمة وإذا لم تكن أتكلم أريد أن أتكلم سوف نتحدث عن ما هو المضمون بغض النظر على المسار التاريخي ما هو المضمون للدولة الاجتماعية وما هو النماذج أولا ما هو المضمون؟ دائما يمكن أن تتحدث عن ما هو المضمون للدولة الاجتماعية في الحقيقة نتحدث عن سياسة تهدف إلى نفقات اجتماعية لصالح المواطنين مشموعة تأمينات اجتماعية ومشاركة جماعية في المخاطر التي يمكن أن تحدث خمسة خطر في الحياة الصحة الشيخوخة العائلة الشغل هذه هي مخاطعة ونظام اجتماعي دائما يعتمد على مفهومين أو مصطلحين أساسيين ماهما؟ أولا التأمين والنظام التأمين معروف هو أنك تشترك كين مشاهمة كين اشتراك وفي المقابل المشاركة لديك أولوش إلى خدمة لديك المفهوم الثاني هو المفهوم المساعدة المساعدة أو الدعم أي هذا لا تطلب ولو تطلب أنك وضعية التي لا يوجد إمكانيات لتواجه المخاطر للحياة إذن الدولة التي ممكن من بعد إذا نجحت سنعيطها الاجتماعية الدولة تأتي بالشتراك تأتي بالضربة بالتمويل للضرائب وتعطيك دعم الإمكانية الحياة من المداخل الدولة التي هي الاشتراك ومساهمة الجميع إذن إذا نريد أن نقوم بإمكانكم إلى النماذج التي كانت عبر التاريخ لم تتحدث عن المصر لا يمكن أن نقوم بإمكانكم اليوم أو نريد أن نفهم أحد الأخرى الدولة التي تتكلم عنها في 30 المجيدة بين 45 و75 ما كنا نسميه بالدولة المداخل 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 كان نماذج ولكن يمكن أن نقول لكم لأن بعد 30 المجيدة جاءت كما تقولون بالفرنسية 30 ثم 30 جاءت سنوات من العلماء من المتوحج كنا لم كان من تجارب أمريكا الأمريكا الدولة التي فهو خلط مزج بين النماديج أي أنه اليوم مثلا ما غنصبوش واحد النموذج لكي يعتمد غير على التأمين ما كانش كانت تأمين وكان المساعدة ونشوف النضاء من المشروع المريبة غير يعتمد على نفس كان طبعا نضاء أنظمة أخرى لكي تعتمد على المساعدة كثير منها على التأمين كان مزج إذا غير بش نقول لكم بأنه إذا كانت الصورة واضحة في السابق اليوم غامضة لأنها مختلطة ورغم هذا سوف نقوم بسيطة ومن بعد أن نضعه النظام المريضي لا يوجد شيء ثلاثة نماديج تاريخيا معروفة ما هي؟ أولا ما نسميه النموذج المحافظ أو الفئوي ونقول لكم كل نموذج كان لديه واحد مرجعية باسم لأنه الاسم الذي أعطيه الطابع مثلا بحيث عن النموذج المحافظ هو بيسماركي 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 كوربوراتيس أي أنه يعتمد على التأمين أولا على التأمين ولكن التأمين متعلق بفؤات معينة أي كل فئة في مجال الشغل عندها حرفة معينة أو مهنة معينة أو فئة معينة عندها النظام يعتمد على التأمين إذن كان المشاركة ولو أنها طبعا من بعد هو تأمين شامل وإجباري إذن المزايا هي تعمل المجتمع ولكن تبقى هذا الطابع الذي هو كوربوراتيس شيء بالعربية فئة ويا إذا أريد التوزيع أيضا من ناحية التوزيع ما يسمى التوزيع الأفقي والتوزيع العمودي للتوزيع 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 الأفقي هو التوزيع الذي في الحقيقة يمشي من الأغنياء الفقراء كل أصحاب الذين لديهم المداخل العليا للفقراء التوزيع الأفقي هو الذي يمشي إما من فئة لفئة إما من جهة لجهة إذن هذا النموذج الأول هو هو التوزيع أكثر من أفقي كعمودي طيب النموذج الثاني النموذج الثاني يمكننا أن نقوله هو النموذج الشراكية الديمقراطية 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 هو ويليام بيفيريج بيفيريج في 1942 في بريطانيا بريطانيا حقيقة نضع الأسس نظام تضامن اجتماعي شامل كامل يعتمد لا يوجد الفئة يعتمد على مشاعر يعتمد على الدرائب يضمن التغطية الاجتماعية بغض النظر عن ما يعمل أو ما يعمل ما يعمل ما يعمل ما يعمل ما يعمل ما يعمل هذا نظام عام يعتمد أكثر على المساعدة أكثر على التأمين والنظام التمويل هو الدرائب كيف قتلكم هذا التوزيع من الفق يصبح التوزيع من الفق النظام الثالث هو النظام الليبرالي أو روزفيلت أو جونسون ما هو النظام الليبرالي؟ النظام الليبرالي هو يجعل الدولة في البداية يجعل السوق يجعل يجعل تأمين خاص يجعل تأمين الدولة لا تأتي حتى إذا اقتضى الحال إذا اقتضى الحال أي المساعدة بنت في المجتمع التي تعاني التي فقير لا لدي إمكانية مساهمة المساعدة من الدولة تدخل المساعدة إذا هذا نظام الذي تأمين التأمين الخاص الخاص و إذا اقتضى الحال المساعدة حسنا حسنا لكي نضح الصورة ماذا البلدان ما يمكن البلدان إذا قلت لكم المساعدة صعبة بكل صراحة لأن الأنظمة مختلطة ولكن إذا قلت لكم النموذج البلدان سنقل لكم ألمانيا سنقل لكم نمسا مثلا سنقل لكم إيطاليا بلجيكا هم على هذا المستوى إذا قلت لكم النموذج النموذج البلدان السوسيال الدموغراسي سنقل لكم البلدان الأوروبا الشمالية سويد نورويج هولندا فاللماك وإذا قلت لكم النظام الليبرالي سنقل لكم الولايات المتحدة كندا أستراليا لذلك هذه النموذج التي نحددها وكيف نقول لكم أن في الواقع اليوم ستصبح مجموذج في بلدان ستصبح أكثر من المساعدة لكم أو أو لكن دائما هناك نظام مختلف حسنا حسنا إذا دبا من فهمنا هذه النموذج سوف نتحدث عن المقومات ما هي المقومات ما هي الدولة الاجتماعية كما تطورت ثلاثة ثلاثة المحددات ثلاثة المقومات أولا دولة الحق والقانون لا أخبرنا ما هي المقومات كما تتحدث عن المقومات مع الأسف كان تجدوا أن نتحدث عن المصار كانت ستتحدث عن الظروف التاريخية لأن مثلا الدولة الرافاه رهجت من بعد 45 لم يكن هناك بلدان الذين كانوا خرجوا من الحرب كما تعرفون حتى حتى من ناحية لأن حتى من ناحية التعذير كانوا تتكلمون على الولفر الولفر أي الدولة الرافاهية الولفر بمقارنة مع الولفر لأن خرجوا من الحرب الخرجوا من دولة الحرب الولفر كما يدخلوا إذن كانت واحدة الرغبة التي نرى البعد الإيديولوجي مهم جدا طبعا كانت أيضا كانت بداية الحرب الباردة كانت صراع بين الشرق والغرب و يمكن أن أقول لكم بأن مثلا مثلا ضريبة التصاعدية الآن يبدو أنها مستحيلة ولكن في الخمسينات والستينات في الولايات المتحدة الأسعار المرتفعة كانت تصل 90% 96% 96% أي الدولار خلص 96% لماذا سؤال مهم كيف أنه قبلت أنه لا يمكن أن تفهم إذا لم تضع هذه المناخ معين بصفة أخرى يمكن أن نقول لهم البرجوازيين قولوا ذلك الوقت أمام الخطر الشيوعي المشكلة للأوروبا الغربية كانت هي أن ذلك الأنظمة التي تعملتها تطاليتر غير ديمقراطية للأخرى أنها لأن الحزاب لم تتنسوا أن الحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية كانت قوية إذا في واحد الوقت رهبان للبرجوازية أنه أقل كلفة نقبل درائب عندها تصاعدية عالية هذا التمن الذي نخلص لكي نقطع الطريق على الخطر الكبير التمن اللي هو الشيوعية أو 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 من قلت لكم التسع عشر دائما المكتسبات التي كانت في إطار الدولة الاجتماعية دائما رد على خطر يمكن أن أقول لكم غالبا غالبا أنه دائما كانت التفكير أنه جيغاردان كانت يقول بأنه من الأحسن المخاطر الإصلاح أفضل من تجاوزات التوراة تجاوزات زكسي دولاريبوليوسيو إذن غيباش نبيي للكوم وهذه الشراء ما كان قوله شجرة ويتمار لأنني نهضر على المرأة كل واضحين نهضر على المرأة دائماً دائماً من كيكونوا شيء قفزة نوعية من هذا الشيء اللي سنقول راه دائماً كيكون واحد الرد على واحد المناخ سياسي اقتصادي اجتماعي معين إذن هذا غيباش نقول لكم بأنه في الدولة اللي نمات الدولة الاجتماعية في أوروبا ديالما بعد الحرب العالمية الثانية ما يسمى بحق دولة الحق والقوانون دولة الديمقراطية طبعاً ولو أنه يمكننا قولوا الدولة الديمقراطية التمثيلية إلى آخرين نقولوا اللي يريدنا كيبقى أنه كين واحد النظام اللي كيحتك من القانون كين السلطاء وكين السلات مضادة وش كين يعني هنا ايدنا لغني باش نبقى في الموضوع كين يعني بأنه حتى لأنه شو دولة الاجتماعية لديها مفاوضات في العمق هي مفاوضات نحن نفاوض كيف نفاوض مثل التغتية الصحية ماذا سوف يخلص الباترون ماذا سوف يخلص المأجور ماذا سوف يخلص هذا ماذا سوف يخلص أي أنها دائما قضية مفاوضات كيف تكون المفاوضات سلطة سلطة القانون سلطة من الحوار إذن لا نتحدث هذه نقطة كانت أساسية أو كلمة مثلا مثلا أكبر بيير روزان كان يقول بأنه في العمق في الحقيقة الدولة الاجتماعية هي العقل الاجتماعي عرضنا ولكن في العمق تجسيد العقد الاجتماعي هي الدولة الاجتماعية تجسيد من بين المقوم الثاني المقوم الثاني هي سياسة اقتصادية واجتماعية إرادية أي تعتمد على تدخل الدولة تكونوا واضحين لا تنسوا أيضا الاجتماعي الاجتماعي من بعد الأزمة الـ 29 والمقال الذي بعدها من بعد الحرب في الدول الرئاسمالية الليبرالية يظهر كما يظهر الندابة من بعد الأزمة 2008 ومن بعد الأزمة الكورونا أنه لا محال على الدولة كون أن الدولة تدخل في الاقتصاد لا ما اختيار ايديولوجي هو تيبان تيبان وكأنه ضرورة حتمية للنجاعة للنجاعة للسياسات الاقتصادية إذن إذن احتيار ومن ناحية المالية استعمال الميزانية والسياسة الميزانية للبجته حقيقة كانت نحن لماذا؟ لأن دولة اجتماعية تبنات عبر درائب ونفقات هذه هي الميزانيات الدولة يمكنني أن أقول لكم أن هناك واحد من الإماغة التي يوجد مهمة جدا هي الإماغة من البومب أسبرانت وغفولانت أي واحد من المدخة التي تمتص الجبائيات من الجهة وتدرك نفقات للإقتصاد والمجتمع الدولة الاجتماعية التي كانت حقيقة دولة الاجتماعية هي التي استعملت الميزانيات أولا من ناحية الانتصاف جلب الضرائب أي الموارد التمويل بصفة توزيعية وفقية أي أنك من تدرك ضرائب التي تركز على رأس المال على المداخل العليا على الإرس على الممتلكات الأخير هذا ما يعني عمليا؟ يعني أنك تطلب للطبقات الميسورة لكي تساهم في تمويل النظام الاجتماعي أي تعبر على التضامن بتمويل النظام تضامني ثانيا من ذلك الموارد من هذه النفقات تصرفهم في المساعدة مثلا من الطبقات الهشة من تستعملهم في تطوير الصحة وتطوير التعليم إلى آخر طبعا الميزانية في هذا المنظور الدولة الاجتماعية تلعب دور محواري محواري حسنا حسنا يمكننا أن نزيد أيضا في هذا المساعد الذي تفهمه بالتسود مع الواقع اليوم الحماية الدولة الاجتماعية تلعب في إطار حماية لم يكن العلماء لم يكن فتح البيبان على مصرعها لم يكن كان سياسة حماية التي تتعطي الأوليبية للإنتاج الوطني أنا سأقول لكم بغدنا لم يكن فتح ولكن لا يمكن أن تتكلمون اليوم عن الدولة الاجتماعية ونجعلوا في رأسنا أن تفكروا هذه الأشياء الأساسية إذن النقطة الثالثة سأتكلم بالحقيقة المقوم الثالثة هو نظام تمويل ذاتي ذاتي محي الديون ذاتي كافي ودائم ما يعني هذا لا 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 إن لا 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 هذه الحديث يتم تحدث كل شيء كذلك سمتدرأ أجل لهم التفادي للمسكة من الملكة ولكن هنالك شيء مفيد جدا ما سنحن منها ، شيء على الإفكار باركة كيف سنفهم 初め أولا قد تتبع الدولي في الأمر فقط لكن في حال الأ القبيل يستمتعون أن تتكلم عن ضريبة والسوسيال في نفس الكعبرة يتكلم عن فسكالي والسوسيال. لا ممشوز. فسكالي والسوسيال. دولة الجبائية الاجتماعية. لماذا؟ لأنه تقول لك بأن هذه الدول التي نجهت. أولا هذا يعني بأنهم قاموا بإصلاحات جبائية حقيقية. ما هي الأشياء التي قدتها؟ أولا رفع من المستوى الموارد الداريبية. بصفة بسيطة رفعت من المستوى الموارد الداريبية. لدي أرقام لا يوجد الوقت. لا تجد أن ترى الوقت. أخذها. لكن لدي أرقام شفر. حسنا. لذلك. المستوى الموارد تستفع. سيئ. أخرى. لأنها قضية القضية أيضا في كيف. لأن المفهوم التغير من المفهوم التغير. نتقلنا من المفهوم التغير من المفهوم التغير. أيضا، تتخلص. إلى المفهوم التضامن. نبدو من التجوز. والمعارض والموارد. ثانيا هذه الموارد تضغط من ناحية النفقات في حقيقة بناء الدولة الاجتماعية هنا لا يمكن أن نعطيكم بعض الأمثال أي النسبة للنفقات الاجتماعية في الميزانية مثلا فرنسا و ألمانيا و الولايات المتحدة مثلا فرنسا يقدر الاجتماعي الاجتماعيANS 14% في الفرنة في المنطقة في الرسم 22% و النهاية 960% الرئيس المتحدة من 20% على الواجبات 57% ما ذلك نريد لكم؟ أن النبط هو واضح إصلاح نظام جبائي ارتفاع الموارد توظيف هذه الموارد لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية طيب إذن المغرب النقطة الأخيرة دول المغرب تعرفوا بأنه التقديم منذ الخطاب الملاكي 2021 كانت صلاحات كانت كتابات كانت قانون إطار كانت قانون إطار 21 سنة 5 أبريل 21 لا أريد أن ندخل لكم لن أخبركم لن أعطيكم رؤوس الأكلام لأنه المهم في هذا المشروع بكل صراحة أولا بعدها يعطي أهداف ويعطي جدول زماني من البداية تقال أنه هذه الدولة هذه الدولة هذه الرعاية رعاية الاجتماعية المعممة ستكون على 4 مراحل ما هي؟ أولا تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفوك 22 22 نحن نفضي السلام عليكم إذن إذن اليوم 6 جنوية 3 عشرين من المحتمل أن 37 مليون المغربة لديهم تغطية الصحية لأنه كانوا في هذا البرنامج كانوا يتكلموا على 22 مليون إضافية 22 مليون كتعرفوا بأنه في 1 فاتح يقالوا لنا أن 10 أو 11 مليون كانوا في غامض دخلهم لهذه التغطية الشاملة وذلك الآن هذه جزء من البرنامج الذي يقال محتمل أنه انتهى في المرحلة الثانية تعميم التعويضات العائلية في أفوك 20 وهي التي تحرم تضع نقاش آخر مع النقاش حول صندوق المقص ويقال أنه ستحرر صندوق المقص المرحلة الماجئة هي التعويضات العائلية ثالثا توسيع الانخراط في نظام التقاعد في أفوك 2025 لفائدة 5 مليون المغربي ورابعا هي تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل عن فقدان الشغل والتهيئة في أفوك 25 إذن دبق إلى سيار غاجوم تغطية صحية انتهى العمل فقدانها تغطية صحية لا يوجد شيء واضح واضح وفقدانها 24 و25 لم تبقى أي ثلاثة ديال أشياء تغطية صحية تغطية صحية تغطية صحية تغطية صحية تغطية صحية تغطية صحية أول مشروع اللي حقيقة منعتبروه أنه حقيقة المشروع ديال العشرين سنة الماضية هو هذا إذن شيء جميل نظري تبقى شنو من حقنا ومن واجبنا نحط تساؤلات شنو ماها التساؤلات التساؤلات توجاه داك المقومات اللي قلنا السؤال البسيط التجالب اللي نجحت نجحت لأنها حققت داك المقومات اللي دكرنا اليوم في المغرب هذا المشروع وماذا بصفة معقولة يمكننا نتنبؤ أنه من شأن أنه يوفي بهذا المقومات هذا هو السؤال البسيط سنحاول نواجب عليه بعجالة وسمحوني لطولس عارب أنه طولس ولكن فرنش محاول أحاول محاول دولة الحق والقانون المقوم الأول هذا يمكن أن يمشي فيدي لأنه لا يمكن أن يتقال وماذا حقيقة يمكننا أن نعتبر أننا لدينا دولة الحق والقانون بالمقومات المتعارف عليها دوليا المتعارف 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 دوليا وماذا يمكننا أن نعتبر وماذا يمكننا أن نتقشف العمومية تتكلم على المشروع قد قبائل بأنه من بين ما هو أساسي قدرة على التفاوض بين السلطة والسلطة المضادة بين الفاعلين الاجتماعيين القدرة على المفاوضة في المضمون الإصلاحات الضرورية لكي دولة الاجتماعية لماذا هذا الشرط يجب سعيد ثانيا السياسة الاقتصادية والاجتماعية سؤال السياسات التي صاحبت الدولة الاجتماعية في أوروبا في أمريكا كان يسمى النظرية الاقتصادية كينزية ولو أنه ينقاش في هذا القضي كينزية مزيلا أو بوست كينزيان وماذا عندنا اليوم في المغرب السياسة اقتصادية يمكن أن نعينها نقول أي شيئا نكاركترزيوها نقول كيف نيوكلاسيك كلاسيك ليوبيغال ليوبيغال أوكتو 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 كينزيان واش يمكن بكل صراحة تنع تابر بأنه في الحقيقة عندنا سياسة لقيطة في الحقيقة بتاغب قلوا ها أي أنها ما عندهاش في الحقيقة هي تابعة تابعة لإملاءات إما ديال دول عظمى إما ديال منظمات مالية وإحنا ماشي معه قلوا نديروا التحرير قلوا نديروا التحرير قلوا نديروا اتفاقية تبادل قلوا نديروا اتفاقية تبادل قلوا نديروا وقلوا نديروا دابة دابة كيف كان شيء واحد يفسر لي؟ السياسة البنك المغرائب دابة اليوم كيف يمكن ناقشوا بهدوء ونخلوا معقولة وكيف يمكن نعطيوها مبريرات موضوعية لا يمكن هم لا يعترفوا بأنه رفع من سعر الفائدة لطول ديراكتور للمنطق المغربي وما سيكون لديه وقع على تدخون مع الحال أنه الهدف هو محاربة تدخون وكيف نفهمه سواء هذا هو المد الولايات المتحدة بدأت البنك سنترال أوروبية زادت المنظمات الدولية كل شيء الوقت هو دي يرفع السعر الفائدة إذن كيف نرفع السعر الفائدة ولو أنه تكون عندها أنا كان على صبر عندها واحد يتطابع مازوشيست أقول صراحة مازوشي لأنه كان ضربه رأسنا برأسنا بو غير بشي نقول لكم بأنه مع الأسف ما عندناش ما عندناش ما عندناش سياسة كنا أقولوا أنه قارة عندها واحد تكون لي بغاز تقولوا كون سبع وكون لي تكون صراحة تكون لي بغاز ولكن تكون ومع بعد على أساس واضح ونقشه شيء مكيش بالنسبة ل التمويل نظام التمويل واشغا دين نعوز أيضا نضيع عبزة في الوقت الإصلاح الضريبي المشي لمطلوب غير هكذا نظريا الجاميع متفق عليه الجاميع التفق اليوم بأن النظام الضريبي الذي لدينا لا يمكن أن يموّل هذا المشروع الدولة الشمعية لا يمكن أن أعطيكم مثال لن نتكلم بأعقام بأشياء مضبوطة هم تقولون بأنه هذا المشروع سيطلب غلاف مالي 51 مليار 51 مليار سنويا مزيان هذا 51 مليار 28 مليار الاشتراكات و 23 مليار دون مساعدة أيضا هذا يمكن أن ترى مساعدة تأمين لكن نقول لكم أنه المشروع المغربي لا يمكن أنه مختار مزيان مزيان ولكن 28 مليار الاشتراكات 23 مليار سوف تقصرها سوف تقصرها سوف تقصرها سوف تقصر قناف الدول حسنا مزيان 28 مليار مزيان مزيان المدير مزيان صندوق الدمال الاجتماعي المدير مزيان مزيان يمكن أن يكون مزيان مزيان 10-11 مليون الاشتراكات مزيان 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 ولكن هذه الاشتراكات المليون الأخرى غير الأجراء يقولون يشاركوا ما يطلبون منهم يقرب 170 180 درهم المشاركة لم يكن لم يكن لم يكن لدي عدد كبير لم يكن أن أقولها مزيان لم يكن لم يكن مزيان المدير يقول لا أخبر عدد كبير من المقيد لم يكن لم يكن ونقوم ونقوم لم يكن لم يكن لدي تخطير لن تجعل المشكلة إذا لم يكن الإمكانية الاشتراك ستبقى 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 نظرية هذا المشكلة هناك آخر المطاف تكلمت عن المقوم السياسي المقوم الاجتماعي المقوم المالي من ترى على هذه الثلاثة الأسعادة يبدأ مع الأسف بكل صراحة والله لا يريد أن ينجح هذا المقوم لا يوجد هذه الشروط ولا يوجد إرادة لكي تذهب في هذه الطريقة إذن سمحوني إذا أتكلمت كذلك لا شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر